الله لم يعلن نفسه من خلال ملاك ولا من خلال أي شيء فالإنسان مخلوق على صورة الله فكان لازم ياخذ جسد على جسد تواضعنا لكي يتعاطف معنا ولكي يعرف أمورنا ويشعر بحالنا فلم يأتي كعملاق هائل يرعب الشعب ولم يتكلم بكلمة ليزلزل الأرض ليعلن عن نفسه لكن الكتاب المقدس كتاب إلهي كتاب روحي في تسلسل من سفر البدايات في سفر التكوين إلى سفر النهايات في سفر الرؤية وفي سفر التكوين نرى أن الله خلق آدم وحواء ونرى أيضا أنه آدم وحواء أخطأا ضد الرب وعصيا قول الرب الرب طردهم من الجنة ولكن مكتفى الرب أعطى الوعد الأول الوعد المسياني من آلاف السنين أنه سيأتي يوما ما في المستقبل من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية الذي هو الشيطان فإذن الرب أحبائي يعني اتواصل من البداية وابتدأ هذا الإعلان يزداد وهذا النور ابتدأ يتزايد وفي أيام موسى ابتدأ التشريع والقوانين والوصايا والذبائح وهكذا حتى ينظم العبادي وحتى ينظم الشعب وحتى ينظم كيفية التواصل والتعامل مع هذا الشعب الله أرسل أنبياء عديدون كثيرون بكل الطرق وبكل الوسائل كانوا يتواصلوا مع الناس ولكن قلب الإنسان هو قلب الإنسان قلب مظلم وكل تصور فكره مظلم أخطأوا ضد الرب ولم يسمعوا لصوت الأنبياء والرب حذر حذر كما أنه حذر شعوب كنعان القديمة وعطاهم فرص كثيرة وهكذا حذر شعب إسرائيل أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا ولكن هذا الرفض أد أولاً إلى سبي الأصباط الإسرائيل العشر المنطقة الشمالية في سنة تسعمية واثنين وعشرين قبل الميلاد ولم يسمع لهذا التحذير حتى يهوذا اللي كان عندهم الهيكل في أورشاليم والرب أرسل نبو خد نصر ودمر أورشاليم ودمر الهيكل وسبى ما سبى في سنة خمسمية وستة وثمانين قبل الميلاد وحتى خلال الفترة كان الله يحاول أن يتواصل معهم ولكن لا توجد نتيجة حاول الإنسان أن يصل إلى الله حاول عن طريق أعماله عن طريق بره عن طريق الذبائح عن طريق العطاء والزكاة وعن طرق كثيرة ولكن كيف نرضي الله في حياتنا وكم من الأعمال التي نعملها أعمال صالحة نقول أننا أرضينا الله فالله القدوس عينا أطهر من أن تنظر الشر كل شيء يعني أمام الله مكشوف عريان حتى السماء غير طاهرة قدامه فأيُعقل أنه بشوية أعمال نرشي هذا الإله أخيراً الله دبر وسيلة وهذه الوسيلة يتنبأ عنها الكتاب المقدس عن المسيح وتنبأ مئات النبوات عن كيفية مجيئه مكان مجيئه عن طبيعته الإنسانية والإلهية عن حياته عن معجزاته عن أخلاقياته عن آلامه عن صلبه عن موته نبوات بالتفصيل بالتفصيل وتمت في شخص الرب يسوع المسيح فعندما جاء كما يقول الكتاب ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً الكيفي مولوداً مولوداً من امرأة من المطوبة مريم العذراء مولوداً من امرأة مولوداً تحت النموس لشعب كان بينتظر المسيح والعهود والتبني والاشتراع وكان بينتظروا المخلص كان عندهم طبعاً معرفة عن يعني على الأقل هوية المسيح عندما يأتي سيأتي إلى الشعب بيعرف عن مجيئه مولوداً تحت النموس نعم هذا الشيء المزهل الشيء العظيم الشيء الخارق للطبيعة الشيء نحتاج كل الأبدية لكي نفهم فكر الله الشيء الخارق للطبيعة 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 الشيء الخارق للطبيعة